في هذا الإطار بشكل أو بآخر يوجد غياب لمفهوم الوطنية خصوصاً لدي الشباب تعرف الآن الذي متفاجئ به أو الذي صحيت عليه على غفلة أنه بهذه الانتخابات في 2003 سينتخبون عمرهم 18 أو أكثر من هذا سيشتركون مواليد 2003 تتخيل أنه الإزاحة الجيلية بين قوسينا أو جد أنه دخلنا اليمنطقة منطقة أن الأطفال الذين يولدوا بالأحداث الآن سينتخبون ويقروا لمصر بلد المفهوم الوطنية بشكل عام لم يساهم الإعلام العراقي بشكل عام بمختلف آيدولوجياته بترسيخ الهوية الوطنية لا، من القنوات من البرامج من الإعلاميين من المؤثرين على السوشيال ميديا ساهموا بشكل كبير بإرسام مفهوم الوطنية خاصة فيما يتعلق بالهوية الهوية العراقية ليس الهويات الفرعية الأخرى الهوية الوطنية الهوية الوطنية أعتقد أن الهوية لهم فضل بهذا الموضوع وحاولوا خاصة بشغله مع الجل الجديد يعني تعرف الميليشيات والأحزاب الإسلامية بصورة عامة تفلش دائما مفهوم الهوية العراقية الهوية الوطنية لأنهم لا يصرفون لهوية الهوية الأخرى الفرعية حتى تشتغل على مساحات أخرى أعتقد هواية برامج اشتغلت من ضمنها البشير وشتغل على هذا الموضوع بشكل كبير جدا هل تعتقد؟ جدا انت اشتغلت على هذا الموضوع بشكل كبير جدا هواية صحفيين وإعلاميين ومؤثرين وربما بعض السياسيين اشتغلوا على هذا